موسيقى طلقة او اكثر في الرأس ربما لا تدوي خارج حدود العراق لكنها تستنزف العائلة العراقية في كل يوم تغرق فيها البلاد في المجهول تقول الام الثكلا ماذا تنتظرون بعد سؤال يطرق باب الساسة وشيوخ السياسة ليس هذا فحسب بل ان شعبا باكمله يتابع الرسائل السياسية والدينية في كل جمعة بحديث يدق ناقوص الخطر على لسان المرجعية الدينية العليا لا غنى عن القوات الامنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاو الفوضى والاخلال بالنظام العام فهي التي يجب ان تتحمل مسؤولية حفظ الامن والاستقرار المرجعية اليوم لم تبدأ اي امتعاض من تكليف رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي وتطالب الحكومة الجديدة باجراء انتخابات نزيهة وعاجلة ان الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب ان تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الاوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لاجراء انتخابات مبكرة على الرغم من النداءات المتكررة التي اطلقتها المرجعية الدينية حول ضرورة نبذ العنف والالتزام بسلمية التظاهرات وتنقية الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح من الاعمال التي تضر بمصالح الناس وتفقده تضامن المواطنين وتعاطفهم الا ان ذلك لم يحل دون وقوع حوادث مؤسفة ومؤلمة خلال الايام الماضية سفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق وكان اخرها ما وقع في مدينة النجف وفي الوقت الذي تدين فيه المرجعية الدينية كل الاعتداءات وتجاوزات التي حصلت من اي جهة كانت فانها تؤكد على ما سبق ما اشارت اليه في مناسبة اخرى من انه لا غناء عن القوى الامنية الرسمية من تفادي الوقوع في الفوضى والالتزام بسلمية التظاهرات على الساحة مؤخرا وفي كل ساعة تتجه المتغيرات نحو الاسوأ في ظل عود حكومية لتحقيق مطالب المتظاهرين لكن الامر اكبر من تحقيق مطالب منهم في الساحات بل ان حالة الاحتقان والتوتر في مرحلة استمرار حتى تغيير النهج السياسي ووجه العراق كدولة يريد شعبها ان تخرج من التخريب والفقر والجوع ان الممارسات هذه تضعنا في زاوية حرجة لا يمكن حينها الاستمرار بالمهمة الموكلة الينا مع استمرار ما يتعرض له الشباب فلم نأتي لهذه المهمة الوطنية الا من اجل بناء ما تهدم وليس من الاخلاقي القبول بتصدر المشهد وتسلم المهمة بينما يتعرض ابناؤنا لما نعرفه من ممارسات تدمي القلب والضمير على حبل المراهنة السياسية لا بد من وضع نقاط على حروف الرسائل التحذيرية دوليا كما هي الرسائل من المرجعية الدينية ومن احزاب وشيوخ ورجال دولة امامكم فرصة اخيرة وان لا سيغرق العراق ولن يربح الا الشامتون وقد يكون اقربهم جيران لا يردون للعراق الامان اشتركوا في القناة